السلام عليكم اليوم غادي نحضر معكم الحلوات ذي التمار مشهورة في الاعياد ما كتخطاش المائدة ديال العيد كتجيه الشيشة والديدة في الماطق كتتوف الفم نخليكم مع الفيديو حتى الاخر وكنتمنى الفيديو يعجبكم وكنتمنى تجربوا هاد الحلوان خليكم مع المقادر وطريقة تحضير فرجة ومسيعة عندي خمسمائة جرام ديال التمار ميتين وخمسين جرام ديال جنجلان وعندي ملعقة ديال القرفة ملعقة ديال الزبدة وعندي اربعة ملاعق ديال الماء الزهر كان بقى نخلط الخالط حتى كان نحصل على العجين متماسك صافي هنا يا كان بقى نعجنا شويش بيد ديال هيدا ودجبرتها قصحة كتزيدولا اه الماء الزهر صافي غادي نخليها ترتح وغادي ندوزو العجين عندي هنا يا خمسمائة جرام ديال زبدة كز ديال سكر سانيدة والكز ديال اه مئة جرام ديال اه الناشا او ميزينة وعندي زهرة البرتقال صافيك نخلط ديك السكر مع الزبدة وغادي ندف ديك مئة جرام ديال الناشا وغادي نبقى نخلط مزيان وغادي ندف اه الدقيق بشويش بشويش احتى كنحصل على العجين ما كنضيفوش هي الدقيق دفعة واحدة كنضيف هنا يا واحدة جز ماء العق كبار ديال الماء الزهر صافيك نبقى نعجين حتى كنحصل على العجين متماسك ويكون العجين نرطب صافيك نوقف يدي صافيه في هاد الاثناء صابع بعد ما عجنتان خليها ترتاح وندوجو نشكلو اه اصابع ديال التمر كان عمليه دي في في الماء الزهر وكان بقى نعمل الحرابي قد صبعي وصافي احتى انسالي الكيمية اللي عندي صافيه دبا غادي ندوز اه نطلق العجين هنا يا كنت نسيت الخميرات حلويات اه نص ديال شاصية اه يعني اربعة غرام صافي هنا يا كنت نطلق العجين وكان بقى اه نطلقه وكان قطعه على شكل الدوائر صافي هنا يا كنشكلها كنبقى نطلقها اذا بيدي كنزيد له واحد شويش صافي وكان حشيه بهديك الطمر وكان عوط على هات الشكل هادا ديك الفتحة اللي كاتكون من فوق كنرجع على التحت باش ما كتفتحش في في الفرن صافي وكان بقى رشما هيدا بهاد اللقاط كيجي شكل دياله جميل كيجي راقي في المنظر والمضاق احسن كيجي الليد بزاف كانت من هاد الحلوات تجربوها يعني الليدة بزاف بعد ما ساليت ديك الكيمية كاملة اللي عندي كان استفاف الله طالي غادي دخول الفرن الفرن مسخن من قبل على مية وخمسين درجة سخنته وخليتها من فوق ومن تحت تطابط صافي هنا يا كن بعد ما طابطت حمرت لي اه شويش صافي كان عملك كان فنده في سكر غلاسي الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا دياله هاد النهار كتجي على تشكل هادا كتجي الشكل دياله جميل والمضاق كيجي لديد بزاف كنتمنى الفيديو يعجبكم وكانتمنى تجربو هاد الحلوة نفتح معكم وحدة كتجي شيشة وكتجي لديد نخليكم ايه فيديو القادم